السيد مصطفى الكاظمي أرسله وفدا إلى طهران وهذا الوفد أرسله يوم الأحد واليوم يختتم هذا الوفد زيارته وواضح أنه هذا الوفد يروح في فترة حبس الأنفاس هذه الفترة اللي هي بها تهديدات كثيرة من إيران بأنه هم رح ينتقون إلى قاسم سليماني والمرجح أن يكون الانتقام في الداخل العراقي وكذلك توعد الأمريكيين للإيرانيين وميليشياتهم بالمنطقة أنه أي تعرض لأي أمريكي في العراق أو في أي مكان رح يصير رد ورد قاسي من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك واضح جدا أنه هذا الوفد رايح يرسل رسالة ورايح يتفاهم مع إيران على أساس يطلبون من إيران أن تطلب من ميليشياته أن ما تسوي هذه العملية في هذه الفترة تحديدا لأنه اللي رح يضرر هو العراق لكن هذا الوفد يروح بعد أمرين مهمة جدا صارت مؤخرا وواضح جدا أن الحكومة العراقية في هذه الفترة تحديدا مدى تقدر السيطر عليها نهائيا ورح يكون من الصعب جدا خلال 72 ساعة القادمة اللي هي تعتبر الأخطر على العراق ورح نقولكم ليش هي الأخطر أن تسيطر على الموقف من الناحية الأمنية فلذلك هذه الأمرين إذا ردنا نركز عليها ونشوفها الأمر الأول اللي هو ما تقوم به الميليشيات الولائية الإيرانية في الجنوب العراقي الميليشيات الجديدة بأسماءها الجديدة والعجيبة اللي نشوفها في العراق فلذلك صارت هجمات حقيقة في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة في محافظتين في العراق أول محافظة صارت بالقادسية على أرتال تابعة للتحالف الدولي صارت بعبوة ناسفة على أحدى الأرتال على الطريق السريع للديوانية وطبعا صار الضرر مادي ما صار أي ضرر بشري أو جرح أي شخص في القادسية تحديدا وراها مباشرة بأقل من 48 ساعة صار هجوم آخر في محافظة بابل وأيضا تعرضت إلى التحالف الدولي وإلى عجلات دتشيل أو حاملة هي إلى معدات التحالف الدولي ودتنقلها مثل ما نعرف كل زيان بأنه معدات التحالف الدولي اللي يرسلها التحالف الدولي عادة من الجنوب هي مرسلة إلى الجيش العراقي حتى يستفاد منها الجيش العراقي على الأرض في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي فلذلك أيضا تفسر القضية بأن هذه معدات من المفترض أن يستفاد منها الجيش العراقي وباضح أن كل الهجمات اللي بالجنوب اللي صارت مؤخرا إذا كانت في الديوانية أو في بابل أو حتى اللي صارت في الناصرية أو حتى اللي صارت في البصرة هذه الهجمات تصير على ستايل العبوات الناسفة ستايل تنظيم القاعدة الإرهابي فهذا الأمر حقيقة لحد الآن الحكومة العراقية على الرغم من أن هذه الهجمات تصير بشكل مكثف إلا أن الحكومة مدى تقدر تسيطر عليها لذلك أكو سيناريو متوقع أنه فعلياً هذه الأمور ممكن أن تتكثف في الفترة القادمة أو في الأيام القادمة انتقاماً للسليماني كذلك الأمر المهم الآخر والأخطر يعتبر أخطر بكثير من هذا الأمر اللي هو الأمر اللي ممكن رح يصير إلى المنطقة الخضراء بمعلومات جديدة لازم الشعب العراقي يعرفها هذا الأمر صار بعد معلومات كثرت بدخول صواريخ جراد إلى بغداد من أجل استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في الأيام القليلة الماضية تقريباً قبل 48 ساعة دخلت هذه الصواريخ إلى داخل بغداد من أين دخلت؟ وحتى نوضح لكم أيضاً أي طرف اللي مسؤول عنها اليوم في هذا البرنامج الصواريخ حقيقةً صواريخ لقراد إجدت من خان بني سعد ودخلت مباشرة إلى المناطق الحدودية لبغداد ومن المقرر بالنسبة للفصائل اللي ناوية تسوي هذا الهجوم على السفارة الأمريكية تصير منطقة الإطلاق من منطقة المعامل وطبعاً منصتين للإطلاق هي رح تستخدم لإطلاق هذه الصواريخ على السفارة الأمريكية هم اختاروا منطقة المعامل تحديداً لأنه المسافة بين منطقة المعامل وبين السفارة الأمريكية هي تقريباً 25.2 كيلومتر فقط منطقة قريبة جداً ممكن أن تسبب ضرر كبير إلى السفارة الأمريكية لذلك الحكومة العراقية قررت أنه تكثث من العمليات الأمنية اللي موجودة في هذه المنطقة تحديداً وإحدى الفصائل المعروفة في العراق هي اللي متهمة وبمعلومات مخابراتية من قيادة عمليات بغداد هي اللي كشفت عن تفاصيل صواريخ الإقراد ولحد هذه اللحظة إحنا ما سمعنا أي نفي لهذه المعلومات اللي دخلت فلذلك واضح أنه أكو تحرك من هذا الاتجاه وأيضاً لن ننسى أنه أكو اتجاهات أخرى ممكن أن تستهدف بها السفارة الأمريكية لذلك حتى نثبت هذا الموضوع مو أنا فعلياً اللي دا أقول صواريخ الإقراد دخلت ورح تصير تنطرق من منطقة المعامل لا أبداً مثل ما قلنا قيادة عمليات بغداد بهذا الكتاب تحديداً وأتمنى أن الزميل المخرج أن يخلي هذه الصورة بشكل واضح للمشاهدين شوف الكتاب شنو قال وبسرعة وردت معلومات من إحدى الأجهزة الأمنية بموجب رسالتهم في الساعة الرابعة عصراً يوم 26-12-2020 قامت قوة من حركة عصائب أهل الحق بنقل صواريخ نوع إقراد ومنصات إطلاق عدد اثنين من المقر التابع لهم في منطقة خان بني سعد إلى مقرهم قرب سيطرة الشهيد محمد حمدان المسمات سيطرة معمل العراق نيتهم استهداف المنطقة الخضراء ويكون الإطلاق من فضاءات الطمر الصحي في منطقة المعامل الاستهداف يكون هذا اليوم أو الأيام القادمة في احتفالات رأس السنة فلذلك هذه المعلومات معلومات خطيرة معناتها فعلياً إحنا لـ 72 ساعة القادمة هي ستكون الأخطر على الإطلاق بالنسبة للعراق وخاصة إنه الآن واضح اسم حركة عصائب أهل الحق موجود هنا في هذا الموضوع وننتظر حقيقة ردود وبيانات على هذه الأمور لهذه معلومات خطيرة جداً تتسرب ومنطقة قريبة جداً من السفارة الأمريكية وإذا ما تمت عملية الإطلاق على السفارة الأمريكية من هذه المنطقة فالضرر سيكون كبير ليش رح يكون كبير لأنه إذا نذكر الهجمة الأخيرة اللي صارت على السفارة الأمريكية بـ 30 صاروخ كانت منوعة بين الكاتيوشا وبين الإقراد تمت من عدة مناطق في بغداد صارت من حي العامل ومن البياجية وصارت أيضاً من بغداد الجديدة وأيضاً صارت من حي الأمين والآن منطقة معامل تدخل في هذا الطريق فواضح أنهم بدأت تابعون نفس الاستراتيجية في عملية الهجوم على المنطقة الخضراء من خلال هذه المعلومات طبعاً نحن ممكن أن نستنتج هذا الأمر فلذلك هذه العملية إذا تمت على المنطقة الخضراء بهذا الشكل قد تكون الإصابات أكبر على السفارة الأمريكية وبالتالي قد نشهد رداً كبيراً وخطيراً فواضح تماماً أن الحكومة العراقية بهذه المعلومات اللي يمتلكوها على هذا الوضع الأمني الصعب القادم لهذا السبب قد يكون تحرك يوم الأحد الوفد إلى طهران لأنه التاريخ نفس التاريخ التاريخ هو مقارب يعني واضح أن الحكومة عرفت بهذه المعلومات وسربت هذا الكتاب وعرفوا بالناس أنه فعلياً وضعنا اليوم خطر وأيضاً هذا يطيق مؤشر أنه أكون مصانع ومخازن للصواريخ موجودة في خام بني سعد لازم تكون الحكومة العراقية ولازم يكون الكل منتبه لها محطة 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 وانتبه ترجمة نانسي قنقر